معي في الساوديو رئيس تحريص صحيفة ساعة 24 الليبية عبدالباصط من هامل أهلا بك عبدالباصط معنا في الساوديو الحدث ما تفسيرك بداية لهذا التنافر الأمم الآن والتباعد عن ليبيا استقالة كوبيتش ترك محامي سيف الإسلام القذافي قضيته وقد يكون هناك استقالات أممية أخرى يعني أصبحنا كل يوم نتأكد أستاذ محمد أن المجتمع الدولي غير جاد حقيقة في دعم حل حقيقي في ليبيا جذري نحن الليبيين قبل أيام قليلة والأمس يعني وقبل يومين أو ثلاثة كانوا يتأملوا خير في إجراء انتخابات بدواعم دولية لأن المجتمع الدولي هو الضامن للنتائج ضامن لحامل نتيجة الانتخابات اليوم للأسف لا أحد يتحدث عن انتخابات اليوم حقيقة أصبحنا لا نرى أن يوم 24 ديسمبر سيكون بشكل مؤكد لجراء انتخابات في ليبيا تشكي كان أنت في هذا التاريخ وبقوة الحقيقة للأسف أولا استقالة كوبيتش في هذا التوقيت هذه حفرة في طريق الانتخابات القوانين التي أقرها القضاء أو المجلس للقضاء هي مشكوك في عملية إدارتها للملف الانتخابات في ليبيا المادة 12 والقفز عليها من قبل عبد الحميد البيبة وحتى التعهد السيد محمد الذي قطعه على نفسه الحقيقة نقض هذا العهد وهذا يتحمله أيضا الضامن الدولي كوبيتش وغيره من أطراف الدولية التي كانت حاضرة في جينيف طيب بس هل فقط أنت قلت أن المجتمع الدولي غير جاد طيب ماذا في وسع الأمم المتحدة أيضا أن تقدم إذا كان الليبيون أنفسهم هم كما يقال غير جادين في التفاهم فيما بينهم يعني كيف تعرف المثل بقول ما حكي جدا غير ظفرك يعني بالتالي هو جزء من كلامك صحيح أستاذ محمد يعني هو أولا لابد أن يعاول الليبيين على أنفسهم للخروج من الأزمة ولكن كما قلتك الضامن الأول هو المجتمع الدولي لابد أن يعاقب المعرقلين يعني في جينيف أو في محاذات خمسة زيد خمسة أو في الاتفاق السياسي وغيرهم للاتفاقيات كان دائما موجود المجتمع الدولي ويهدد بمعاقبة المعرقلين المعرقلين اليوم واضح شكلهم الآن هناك التزام بتعهدات كان قطعناها في جينيف عبد الحميد البيبان مجلس الرئاسي كانوا هم الذين سيحافظون على سير العملية الانتخابية لوصولنا إلى 24 من نسمبر ولكننا نرى اليوم أنهم هم الذين يفسدون وبالتالي هنا يأتي دور المجتمع الدولي الذين تحدثوا صراحة أنهم سيدعمون إجراء انتخابات في ليبيا وأنهم سيخرجون المرتزقة وأنهم سيدعمون حل الميليشيات وآلية جمع السلاح في ليبيا كل هذه المشاكل ازدادت في الوضع الليبي ولم يتم حلها بشكل نهائي طيب ماذا الآن يتوقع يعني بعد هذا التنافر الأممي عن ليبيا هل هناك خشة في أن يترك الليبيون وحدهم في هذا الصراع ياريت يتركونه لواحدنا يعني أستاذ محمد هو فعلا لو أن المجتمع الدولي ترك ليبيا لحالها وترك الليبيين ليقودوا هذه السفينة إلى بر الأمان لا استطاع الليبيون فعلا إنجاز مهمة لو كانت بالدم لو كانت بحلول سلمية لو كانت بالقوة الاجتماعية القابلية القادرة على إيجاد حل حقيقي ما بين ترابط النسيج الاجتماعي في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب عندما تركنا لحاننا في فترة من الفترات وجدنا أننا قادرين على وجود مصالحات بينية في الداخل الليبي ولكن عندما نرى تدخلات خارجية بالمرتزقة والأسلحة وبالقرار السياسي وفرض عقوبات على أطراف بعينها ومحاولة إبعاد أسماء من خلال السباق الرئاسي هذه مشكلة كبيرة جدا المجتمع الدولي ليس جاد نحن نتمنى أن تكون هناك قوة دولية داعمة للبعثة الأممية من أجل إيجاد حال النهاية أنا أعتقد أن الكوبيتش صدم بواقع خطير جدا ربما هو سينفجر الواقع لهذا الرجل هو غادر باكل اللي يكون شاهدا على حرب ربما قادمة في المشهد السياسي هذا اللي كنت أريد أن أسأل عنه مخاوف أو سيناريوهات مقلقة إذا تعثرت الانتخابات وأنت من الناس الذين يشككون في ذلك العودة إلى الاقتتال وهذه المرة قد لا تحمد عقباها بنحو مختلف أكثر خطر دعني أقول من السابق شوف دبيبة غدى في المرحلة الأخيرة غدى ميليشيات دون ميليشيات تيار الإسلام السياسي دواعمه في ترابلس وهناك نعيم من الاستفاف الآن هناك فريقين داخل ترابلس من الميليشيات المسلحة هناك قوة دعم الاستقرار وهي موجودة في جزء من مناطق ترابلس وهناك قوة مؤدلجة إسلاموية موجودة أيضا في وسط ترابلس وهذه ربما تؤدي إلى اشتعال الشرارة في أي لحظة قوة دعم الاستقرار هي دعم الانتخابات بشكل قوي كبير جدا ورأينا أمس استعراضها المسلح في المنطقة الغربية في ورشفانة وفي الزاوية ولها امتدادها في بوسليم وفي طريق المطار وغيرها من هذه المناطق بينما القوة الإسلاموية التي تتمثل في الثلاثة أربعات أو في قوة الموجودة في تجورة أو في سوق الجمعة وبعض من الشيات المصراتة ليست كلها هذه تدعم دبيبة بقوة المال بقوة الأديولوجيا التي تدعمها أولا علي الصلابي عبد الحكيم بالحاج هؤلاء الذين وجودين في الخارج والذين لديهم الأموال التي يحركونها عن طريق دبيبة طب إذن في هذه الحالة كيف لأصوات صنضيق أن يكون لها صوت يعني ليس صنضيق أقضى أن يكون لها صوت في ظل هذا التهديد الممنهج من قبل كثير من الجماعات لاستخدام السلاح لغاياتهم نحن لما اتفقنا على إجراء انتخابات أن يشارك فيها الكل يشارك فيها القوة السياسية الفاعلة للأرض وأن لا يكون لهم حجة من بعد قرار الشعب مصيرا ويحدد من هو رئيسه ومن هم نوابه الجدد وبالتالي من السهل جدا معاقبة المعارقلين من المجتمع الدولي ومن الليبيين أنفسهم لأن الليبيين سيتركون إلى حالهم لتقرير مصيرهم سيحدد من هم الرئيس الذين سيحاسبوا أو يشكرونه عندما يحسن إدارة البلد لأربع سنوات قادمة لكن للأسف هناك من لا يريد لليبي أن تصل لبر الأمان شكرا لك ولوجودك معنا في السعود رئيس حريص صحيفة الساعة 24 الليبي عبد الباصط بن هامل شكرا لك شكرا